الدهون حضرتك فيه مصطلح كان طالع أن غير الدهون المشبعة حاجة اسمها الدهون المتحولة فدي برضو عايزين نوعي الناس مخاطرها وهي مصدرها إيه؟ لأن هي غالباً بتكون مصدرها في نمط غذائي ممكن كتير قوي من الناس بيومرسوء أو معتدين عليه دون وعية ده الحقيقة موضوع بقى مهم جداً وبيثار الأيام دي إيه أنواع الدهون الضارة؟ لأن برضو إحنا بنسئل السؤال ده السامنة البلدي يقول لك أنا جدي كان بيأكل سامنة بلدي بالمعلقة لا إحنا بنقول إن الزيوت النباتية هي أصح حاجة اللي هو الزيت عبادي الشمس، الزيت الدورة، الزيت الزيتون دي أصح كيف قويك طبعاً برضو قليل منها لأن فيه ناس بتشرب زيت الزيتون ده بالمعلقة كدوى وهو مش كده الحقيقة هو في الآخر دهون لكن بنقوله هو أفضل أنواع الدهون اللي هي الزيوت السائلة النباتية النباتية، لو جينا بقى للزيوت المهدرجة اللي هي المتحولة دي زيوت سائلة بتتحول إلى سامنة دي اللي بتعامل منها أنواع السامنة بقى المختلفة التجارية دي اللي بتشوفها دي أخطر أنواع بقى دي أخطر أنواع لأنه الهيدروشينيشن ده، الهدرجة دي هي اللي بتؤثر على شرعين يعني دي أخطر من السامنة البلدي؟ اللي اتنين ضرين لدي أخطر من السامنة بس دي أخطر من السامنة دي أخطر مالي اللي هي الزيوت المتحولة أو الزيوت المهدرجة وللأسف دي كمان احنا ممكن ما بتشوفهاش في عينك يعني ممكن ما تجيبش علبة السامنة دي وتستخدمك كهذا لا دخل فيها في البسكوتات دخل في الجبن الايس كريم مش عارف ايه الحاجات دي كلها بتدخل في كل هذي النوعين ففي دول منعتها تماما اصلا اه يعني في دول وفي بتقلل النسبة وبتبتبها على العبوة الغذائية بحيث ان المريض يبقى عارف وشايف او البني ادم العادي نسبتها ما تزيدش عن 5% من كمية الدهون اللي موجودة في المادة دي يبقى انت في النطاق الامل لكن في دول منعتها تماما فالمقصود ان الزيوت المتحولة دي او المهدرجة اللي هي تحولت من الطريقة السائلة الى المهدرجة دهون المتحولة دي بقيت سامنة صلبة دي خطيرة وبالتالي برضو السامنة البلدي برضو لا ننصح بيها لانها والزبدة والاشتاء كل المنتجات الحيوانية لا فيها نسبة دسم وكوليسترول وبالمناسبة دي عايز اقول لحضرتك انه برضو يعني من وجهة نظر طبية انه الناس اللي بتستشهد بالاجيال السابقة اليولو كانوا جدي بيشرب السامنة البلدي هو الامر برضو له علاقة بقلة وسائل التشخيص في الوقت ده يعني ممكن يكونوا كانوا مرضى لكن دون ان يعلموا ولكن كانت برضو ظروف الحياة غير محفزة لظهور هذه الامرات كان بيمشأ دي عشان يروح الغيط بتاعه وكان بيصحى الساعة كام وبينامي الساعة كام والسجاير والتنخين والحاجات بالزبط